القوات الحكومية تحبط هجمات لعناصر الانتقالي في أبيان تواصل المعارك بين الجيش والميليشيات الحوثية شمال وجنوب مأرب السعودية تعلن إعادة العمل القنصلي في سفارتها باليمن أهلا بكم والبداية من أبيان حيث أحبطت القوات الحكومية مساء الجمعة هجمات مستمرة للانتقالي المدعوم إماراتيا في محور الطرية وذكرت مصادر ميدانية أنه خلال المواجهات قتل عدد من عناصر الانتقالي كما تمكنت قوات الجيش من أسر 12 منهم إضافة إلى اغتنام أطقم ومعدات عسكرية وتشهد أبيان منذ أكثر من أسبوع معارك عنيفة بين الانتقالي والشرعية خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين في حين تتهم الحكومة الشرعية عناصر الانتقالي بالتصعيد العسكري الغير مبرر في أبيان لعرقلة جهود تنفيذ اتفاق الرياض تتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهات متفرقة شمال وجنوب مأرب مصدر ميداني قال إن المواجهات التي تدور في جبهات مجزر والمخدر شمالا وهيلان جنوب جبل مراد والمشجح جنوبا خلفت نحو عشرين قتلا من عناصر الميليشيات وإفقا للمصادر فقد تمكنت قوات الجيش من إحباط الهجمات الحوثية وأجبرت العناصر المهاجمة على التراجع والفرار مخلفة جثث قتلها في الشعاب والأودية أعلن التحالف مساء الجمعة تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية قال التحالف في بيان المقتضب إن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرات من دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه السعودية ولم يذكر التحالف نقطة انطلاق الطائرة ومكان تدميرها استشهد مدني جراء انفجار لغما زرعته الميليشيات الحوثية شرق مدينة الحزم عاصمة الجوب وقالت مصادر محلية اليمن شباب إن لغما أرضيا زرعته الميليشية انفجر بسيارة يقودها مبخوت محمد القح أثناء مروره في الطريق الصحراوي الواصل بين الحزم والرويك شرق الحزم ما أدى إلى استشهاده يذكر أنه في وقت سابق من الأسبوع الماضي استشهدت امرأة وأصيب أخرون بلغما حوثية انفجر بسيارتهم أثناء مرورهم في الطريق الواصل إلى اليتمة شمال خب والشعف ذو قد أصيب طفل بقصف شنته الميليشيات الحوثية على أحياء سكنية شمالية مدينة تعز من مواقع تمركزها في شارع الستين والخمسين وتركز القصف على عدد من أحياء المدينة منها عصيفرة ووادي القاضي وجبل جرة إلى ذلك كشف المرصد اليمني للألغام عن استشهاد وجرح نحو 2328 مدنيا بتعز منذ أواخر العام 2014 جراء الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة بالمحافظة وذكر المرصد أن الألغام الحوثية خلفت نحو 842 قتيلا مدنيا من بينهم 189 طفل و196 امرأة كما تسببت الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من عبوات القذائف غير المنفجرة بإصابة نحو 1486 مدنيا بينهم 373 طفل و302 امرأة هذا وتتعمد الميليشيات الحوثية زراعة شبكات الألغام والعبوات الناسفة في المناطق السكنية والمزارع والطرقات الرئيسية والفرعية دون أن تضع أدنى اعتبار للقوانين الدولية التي تجرم زراعة الألغام نبقى في تعز حيث ارتكبت الميليشيات الحوثية الانقلابية انتهاكات واسعة بحق طفولة وقد بلغ عدد شهداء أكثر من 480 طفل وطفلة ما يقارب 1400 جريح استهدفتهم الميليشيا بالقصف والقنص والألغام قد تبتر الأحلام لكنها لا تموت بل تواصل حياتها بعزيمة مضعفة ذاك الذي ينتزع من جسدك شيئا في لحظة ما تجد نفسك معه في معركة تثبت فيها أنك الأقوى دائما ولكن في ميدان الحياة لا الحرب ملاك طفلة من تعز منذ أربعة أعوام من إعاقتها بفعل قذيفة حوثية يكبر معها الحلم كلما كبرت هدفا مباشرا لميليشيا الحوثي كان أطفال تعز على مدى ستة أعوام وما يزالون قنصا وقصفا واستهدافا بالألغام وغيره استشهد الكثير منهم ومثلهم جريح وتسببت لهم إصاباتهم بإعاقات متفاودة قدم أبناء تعز من الأطفال قرابة 484 طفل وطفلة شهداء وما يقرب من 1400 قريح من الأطفال شريحة الأطفال هذه التكرفة الكبيرة في الأرواح فقط والأجساد تدل على أن تعز قدمت تضحية كبيرة هو حال أطفال تعز الذين يمر عليهم اليوم العالمي للطفولة العشرين من نوفمبر في حين ترتكب بحقهم ميليشيا الحوثي انتهاكات في مختلف المجالات لطالما عانى أبناء هذه المدينة من ويلات الحرب وحصارها الأطفال على وجه الخصوص شريحة واسعة طالتها آلة الحرب الحوثية العسكرية وكان ضحايا كثر لانقلاب طلب حياة اليمنيين وشكل خطرا على حياة ملايين أطفالهم أيمن قائد يمن شباب تعز هذا وقد شهدت مدينة تعز إضاءة قلعة القاهرة الأثرية باللون الأزرق بمناسبة اليوم العالمي للطفولة كما تم إضاءة قلعة صيرة تاريخية في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة شبام التاريخية في حضرموت بهذه المناسبة وقد قام مكتب الشباب والرياضة في تعز بإضاءة قلعة القاهرة مساء الجمعة تزامنا مع إضاءة قلعة صيرة في عدن وشبام حضرموت يمر اليوم العالمي للطفولة وعشرات الآلاف من الأطفال بتعز يعيشون تحت التجويع والحصار الحوثي وغياب دور المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية كل ذلك فتح أبواب المأساة للكثير من الأسر هناك قصص مأساة واقع بلد ضاقت الحياة فيه على عشرات الآلاف من الأطفال منذ ولادتهم هكذا رسمت على أجسادهم المعاناة في يومهم العالمي اليوم العالمي للطفولة تتشبث رفاء نبيل بوالدتها المتعبة أصلا من حياة اشتدت قساوتها عليها فلم تجد غير استوانة الغاز لبيعها حتى تتمكن من إصعاف ابنتها إلى قسم سوء التغذية في مدينة تعز فهل تستسيغ مثل هذه الأم من تعليمات الأطباء شيء فيما يتعلق بالرعاية الغذائية أثناء الحمل والرضاعة؟ ولا معانا حاجة حقا استفرحتي ولا معانا حقا الطرق ولا معانا حي شيء وقيتم قبل حبشي ولا نقادر أصعب بنتي ولا معانا حاجة بعتد بالغاز حقا المنزيل تبوح الروح بالوجع فتختنق بالدموع أمام فضاعة المأساة أثناء العمل والرضاعة ما نتقدر نوفر الأشياء الأساسية لذلك بنتي تعاني من سوء التغذية العاد ولنا في مستشفى المظفر تقريبا ما يحاول ثمان أيام أو تسع أيام تتوقع الجهات المعنية انفجار أعداد جديدة من الأطفال المصابين بسوء التغذية في ظل الأوضاع الراهنة المشبعة بمسببات الإصابة وما يصاحبها من شحاحة في الدعم لهذه الفئة من الأطفال سوء التغذية مرتبط بمشاكل كثيرة في البلاد فأكثر الأرقام فعلا زادت بحدود أكثر من 10% بالنسبة للسنة 2019 مؤخرا في 27 من أكتوبر المنصر أطلقت منظمات أممية تحذيرات من ارتفاع عدد حالات الإصابة بسوء التغذية الحاد مشيرة إلى أن طفلا من بين كل خمسة دون سن الخامسة يعاني من سوء تغذية حاد التحليلات الأممية تقول بأن نصف مليون طفل في محافظات جنوب اليمن يعانون من سوء التغذية مؤكدة أن على زيادة شهدها العام الجاري بنسبة 15% نحن كمنظمات نعمل جاهدين للحد من تفشيها ظاهرة سوء التغذية الحاد مع المضاعفات من خلال تدخلنا في ثلاثة مراكز للمكافأة سوء التغذية ولكن الحالات تزداد أكثر وأكثر خصوصا في هذا العام عام 2020 ويبقى أطفال اليمن يتساقطون في مربعات المجاعة واحدا تلو الآخر وأجسادهم النحيلة تسابق أحلام أسرهم فبينما تنشغل هذه الأسر في اليوم العالمي للطفولة في البحث عن منجد لأطفالها على النقيض تماما تقضي أسر الأطفال في باقي دول العالم هذا اليوم في اللعب والمرح مع الصغار وشتانا بين هذا وذاك في ظل تنكر الإنسان للإنسان وجور الحياة وقسوتها لا يبحث هؤلاء الأطفال وأسرهم عن حق المواطنة أو حرية التعبير أو حتى حقوق الأطفال بل عن كسرة خبز تبقيهم لليوم التالي عدر عزة زبحاني من شباب تعز وزعت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية في محافظة المهرة هدائها وألعاب على الأطفال المعاقين ممن يتلقون العلاج والرعاية في مركز الشفاء للعلاج الطبيعي التابع لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للطفل وخلال الفعالية أكد وكيل محافظة شبوى لشؤون الفنية سالم العبودي تعمل سلطة المحلية لشريحة الأطفال المعاقينة كونها تعرضت للتهميش وقال أن السلطة ستعمل على توفير متطلبات المركز من تجهيزات معنا شريحة مهمة هم أصحاب الهمم العالية الأطفال الذي شايفينهم اليوم نشكر الأخوة في مؤسسة فينا خير على هذه اللفتة الإنسانية بتوزيع البالونات وكذلك الحلويات للأطفال والألعاب نتمنى من السلطة المحلية ونحن في السلطة المحلية بإذن الله سوف نكون دعمين لهذه الشريحة الأمة يستعد مكتب الثقافة بشبوى غدا الأحد لإفتتاح فعاليات معرض شبوى للكتاب للسنة الثالثة على التوالي ولمدة أسبوع والذي ينتهي في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري أقال مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة محمد الأحمد بأن ستا من كبريات دور النشر في اليمن ومصر ستشارك في المعرض بأكثر من 2600 عنوان بشتى مناح المعارف والعلوم وأشار إلى أهمية المعرض ودوره في تعزيز الحراك الثقافي لافتا إلى حزمة من الأنشطة الثقافية المصاحبة لفعاليات المعرض أعلنت السعودية إعادة العمل القنصلي في سفارتها لدى اليمن بعد توقفه إثر جائحة كورونا وقد قال سفيرها محمد الجابر يوم الجمعة إن إعادة العمل القنصلي تم بتوجيهات ملكية وتعد الخطوة إحدى المبادرات السعودية لدعم ومساندة اليمنين من كل المحافظات اليمنية دون تمييز ومنحهم فرص العمل والزيارة وخلال الفترة الماضية تكررت مطالبات اليمنيين بإعادة السئناف العمل القنصلي لدى سفارة السعودية وحث وزارة الخارجية اليمنية على مخاطبة السلطات السعودية للنظر في هذا الأمر تعى وزير في الحكومة الشرعية الصيادين وربابنة السفن وجميع مرتادي البحر إلى أخذ الحيطة والحذر من الحالة المدارية في بحر العرب التي تقترب من جزيرة سقطرة والمحافظات الجنوبية الشرقية وقال وزير الثروة السماكية فهد كافاين في تغريدتين على تويتر مساء الجمعة إن الحالة المدارية تقترب خلال الأربعة والعشرين ساعة القادمة من أرخبيل سقطرة وسواحل المهرة وحضر موت وشبوة مشيرا إلى أنها قد تتطور إلى عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة وكانت هيئة المصائد السماكية بسقطرة قد أبلغت بأنها شكلت ورفة عمليات لمتابعة وتوعية الصيادين وربابنة سفن الصيد التقليدي بالحالة المدارية النشطة في بحر العرب استقرت أسعار العملات الأجنبية خلال افتتاحات تعاملات الأسبوع المصرفية عند مسوايات مرتفعة أمام الريال اليمني حيث سجل سعر الدولار في العاصمة المؤقتة عدن وبقية مناطق الشرعية نحو 845 ريال للشيرة و852 للبيع في حين استقر بصنعه عند حاجز 600 ريال كما بلغ سعر الريال السعودي في عدن والمدن المجاورة نحو 222 للشيرة و223 للبيع في صنعه سجل 157 ريال للشيرة و158 للبيع يأتي ذلك في ظل تقارير صحفية أشارت إلى وجود تحركات أممية لتوحيد العملات والعمليات المصرفية بين بنكي عدن وصنعاء المركزيين للحد من التفاوت في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني حجز فريق حسان الكرة الطائرة بطاقة التأهل الثانية إلى نهائيات المحافظات المحررة عن أندية أبيان حسان تأهل إلى نهائيات بعد الفوز على خنفر بثلاثة أشواط مقابل شوطا واحد وبواقع 25 مقابل 22 لخنفر قبل أن يعود حسان للفوز بالشوط بواقع 25 مقابل 18 و25 لـ 27 و25 مقابل 20 نقطة هذا الفوز منح حسان لقب بطولة المناطق الوسطى لمحافظة أبيان ليواجه نظيره عرفان على لقب بطولة المحافظة بعد أن ضمن الفريقين تواجدهما في نهائيات المحافظات المحررة تغلب فريق تلال على نظيره نصر الضالع بأربعة أهداف لهدف في مباراة ودية جمعتهما على ملعب نصر شاذلي في كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن النصر تقدم أولا من علامة الجزاء عبر حسام القفاز وتمكن العميد من الرد بأربعة أهداف حملت توقيع حسين مزعل وأكرم الصلوي واللاعب الصعد أكرم عبد الله ويواصل فريق تلال استعداده للموسم الكروي القادم حيث يسعى عميد الأندي العربية للظهور بأفضل مسواته والعودة للمنافسة على الألقاب المحلية نهاية النشر تذكير بأبرز ما جاء فيها القوات الحكومية تحبط هجمات لعناصر الانتقال في أبيان تواصل المعارك بين الجيش والميليشيا الحوثية شمال وجنوب مأرب السعودية تعلن إعادة العمل القنصلي في سفارتها باليمن ختاما في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر